على الرغم من تأكيد الأطراف المشاركة في المفاوضات النووية مع إيران على أهمية عامل الوقت وصرعة التوصل للاتفاق يستمر تأجيل الإعلان عن الاتفاق النهائي يوما بعد آخر حيث برزت للسطح ملفات خلافية تعيق الإعلان النهائي للاتفاق من أبرز تلك الملفات تصنيف الحرس الثوري الإيراني على قوائم الإرهاب الأمريكية إضافة للأزمة الأوكرانية التي يبدو أنها باتت تؤثر على الاتفاق بشكل أو بآخر فما الأسباب الحقيقية لهذا التأجيل المستمر ومتى يمكن التوصل لاتفاق فعلي معنا الآن من طهران أستاذ العلوم السياسية دكتور حسين روي فران دكتور روي فران مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار أنا لا أعلم إذا كان هناك تأخير أم لا لأن هناك أطراف منذ بداية هذه الجولات التفاوضية وهي تعرب عن التفاؤل وتقول أو شكنا على التوصل للاتفاق لنكتشف لاحقا بأن الأمور ما زالت تراوح مكانها إلى حد ما ما الذي يعيق التوصل إلى أي اتفاق في هذه المرحلة برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم في تصوري أن ما يعيق هذه المفاوضات هو الإرادة الناقصة في أمريكا الحكومة الأمريكية هي تحت ضغط الكونجرس خاصة الجمهورين منهم وصقور الحزب الديمقراطي حتى التي تضغط على الإدارة وهذا ما يجعل الإدارة تتفائل يوما بقرب انتهاء المفاوضات بس التفاؤل لا يأتي من الجانب الأمريكي دكتور رويف بران التفاؤل يأتي عادة إما من الروس وإما من الأوروبيين الآخرين الذين هم أيضا مستعجلون على التوصل إلى اتفاق يعني الطرف الأوروبي هو الطرف الذي يمكن أن يحكم بشكل دقيق على سير المفاوضات لماذا؟ لأنه الوسيط هو الذي يأخذ الرسائل من الطرف الإيراني للطرف الأمريكي وينقل وجهة النظر بين الطرفين من هنا هو على معرفة دقيقة بالكثير من خفايا الأمور بين الطرفين والطرف الأوروبي هو قبل أيام قال أن توقيع الاتفاق سيكون في الأيام المقبلة ليس إلا لماذا هذا التأخير؟ لأن هناك تردد أمريكي يأتي على خلفية الواقع السياسي الداخلي الأمريكي ونعم موضوع الحرس الثوري إيران تطالب برفعه باعتبار أن إبقاء الجيش العسكري الرسمي لإيران تحت هذا المسمى غير مقبول ومغاير للقانون الدولي لا يمكن للقوات المسلحة لأي دولة أن تكون تنظيما إرهابيا التنظيم الإرهابي واضح له تعريف وهو خارج إطار الدول والقانون الدولي نعم هناك الكثير من النقاط التي عادة لا يتم التطرق إليها فيما يتعلق بمسألة تصنيف الحرس الثوري وموقف الولايات المتحدة على فكرة الولايات المتحدة تقول هذه مسألة ربما تكون قيد البحث ولكن ما عدا فيلق القدس فيلق القدس هو الجهة المسؤولة عن كل هذه النشاطات التي يشهدها الإقليم هذه النقطة نقطة أخرى بحسب بعض التقارير الأمريكية موقع أكسيوس تحديدا نشر الأسبوع الماضي يقول واشنطن طلبت من طهران تحديدا أن تعلن أنها لن تكون مسؤولة عن أي تصعيد ميداني في المنطقة وطهران رفضت ذلك هل أيضا هناك مواقف إيرانية تبدي بعض التشدد فيما يتعلق بهذه المسألة دعني أوضح مسألة مهمة جدا في فهم هذا الموضوع أولا أمريكا فرضت عقوبات الحد الأقصى ضد إيران من الذي أوقف إيران على رجلها أمام كل هذا الضغط الهائل الذي مارسته أمريكا الحرس لأن قيادة الحرس تبلغت بأنها يجب أن تقوم بسد الفراغات فهي قامت ببناء استفادت من الجهد الهندسي الموجود في بناء الجسور الطرق السدود المصافي لا ولكن فيلق القدس لا يبني لا جسور ولا سدود ولا أي شيء آخر له مهمة أخرى لا الحرس هو كل لا يتجزأ صحيح بس نحن نتحدث دكتور روي فران عن المخاوف المتعلقة بالمنطقة بالإقليم فيلق القدس هو الذراع داخل الحرس الثوري الإيراني المسؤول عن هذا النشاط يعني إيران تقول أن الحرس جزء كل لا يتجزأ وترفض أن يتم رفع العقوبات عن جزء ويبقى جزء آخر جزء كبير من الاقتصاد الإيراني هو مرتبط الآن بالحرس بسبب ظروف العقوبات والجهد الذي بذله الحرس لتجاوز موضوع العقوبات من هنا لا يمكن لإيران أن تقبل عقوبات تبقى على الحرس قبل عودة أمريكا للاتفاق النووي لماذا إذن ترفض تهران أن تقدم لواشنطن ضمانة وتقول بشكل علني نحن مستعدين أن نعمل على خفض التصعيد في المنطقة هذا هو الشرط الذي طلبته واشنطن لرفع الحرس الثوري عن قائمة الإرهاب يعني هذا أولا الطلب الأمريكي هو طلب مطاط يعني أمريكا تقول أن إيران تلتزم بعدم التصعيد وإذا غدا يحدث أي شيء هي تقول أن إيران صعدت من هنا يمكن لأمريكا أن تفرض عقوبات ضد إيران من هنا يعني إعطاء تعريف مطاط للإدارة الأمريكية يسمح لها بفرض عقوبات بعد العودة للاتفاق النووي إيران تريد أن تكون الأمور شفافة وترفض أن تعطي تعاريف مطاطة يمكن استعمالها ضدها مستقبلا يعني إذا كانت إيران تريد أن تكون شفافة لماذا بحسب هذه التقارير التي أشرت إليها رفضت طهران هذا الطلب بشكل علني رفضت أن تعلن بأنها مستعدة لخفض التصعيد ولكنها اقترحت على الولايات المتحدة أن تعطيها رسالة خارج أي اتفاق تنص على ذلك هل ترى تناقض في هذه المواقف؟ لا ليس هناك من تناقض يعني أولا الآن أمريكا الآن ثمان سنوات دخلنا في السنة الثامنة في حرب السعودية ضد اليمن اليمنيون يدافعون عن أنفسهم أي عمل يقوم به أنصار الله غدا أمريكا تقول أن هذا تصعيد إيراني إيران ترفض هذه المقولات هناك بلد يرزح تحت حرب لثمان سنوات ويدافع عن نفسه ولا يمكن أن تعطي إيران ضمانات تفسرها أمريكا كيفما تشاء شكرا جزيلا لك الدكتور حسين روي فران أستاذ العلوم السياسية كان معنا من طهران